صدت الشرطة الاتحادية هجوماً لتنظيم داعش على خطوطها الدفاعية بقرية العذبة جنوب الموصلة وردت بقصفاً مدفعي على معاقل التنظيم في المنطقة التي انطلق منها الهجوم يحاول تنظيم داعش استعادة السيطرة على بعض المناطق التي خسيرها في الموصل من خلال شن هجمات انتحارية وقصف على مواقع القوات الأمنية مستغلاً سوء الأحوال الجوية حيث شن هجوماً استهدف الخطوط الدفاعية لقوات الشرطة الاتحادية في قرية العذبة جنوبية الموصل بعجلة مفخخة وقصف بقذائف الهاون إلا إن الهجوم باء بالفشل وردت مدفعية الشرطة الاتحادية بقصف مضاد استهدف تجمعاً لعناصر التنظيم في القرية وللمرة الأولى منذ انطلاق عملية استعادة الموصل في السابع عشر من شهر اكتوبر الماضي نفذت مدفعية الجيش العراقي قصفاً مكثفاً على معاقل تنظيم داعش في الساحل الأيمن تمهيداً لاقتحامه بعد أن اقتربت من الانتهاء من استعادة الساحل الأيسر وبحسب مصادر أمنية فإن القصف أسفر عن مقتل العديد من عناصر التنظيم وتدمير أكبر معاقلهم ويبدو أن القوات العراقية تحاول فتح جبهات جديدة على تنظيم داعش لتخفيف الضغط على جهاز مكافحة الإرهاب في المحور الشرقي الذي يخوض معارك عنيف ضد التنظيم هناك ويتعرض لهجمات انتحارية أغلبها باءت بالفشل لمعالجتها قبل أن تصل أهدافها لقناة الفلوجة نهض الزيدي